اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن المستقبل يتطلب تلقيح الجميع ضد وباء كوفيد-19 لكن اللقاحات الواعدة التي يمكنها أن تكون فعالة لن تظهر قبل العام القادم وقالت المنظمة هناك حوالي 80 لقاحاً قيد التقييم منها لقاحات واعدة للغاية يمكنها أن تكون فعالة بحلول العام القادم بحلول العام القادم ولكن المنظمة الدولية للصحة العالمية عادت وأكدت مؤخراً أن فيروس كورونا محير للغاية إذ من الصعب إنتاج لقاح مضاد له مشيرة إلى ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث في خطوة وصفها المراقبون بالتناقض وأوضحت مارغريت حاريس المتحدثة باسم المنظمة أنهم ينتظرون المزيد من نتائج الأبحاث قبل اعتماد أفضلها كعلاج نهائي للفيروس المستجد وبرغم أن منظمة الصحة العالمية أطلقت مبادرات لتسريع وتيرة إنتاج لقاحات وعلاجات لفيروس كورونا إلا أنه لا يوجد لقاح حتى الآن يقضي على الفيروس أو يوقف مسيرته وليس لدى منظمة الصحة العالمية افتراض مطلق بأن اللقاح سينتج في القريب العاجل أو حتى إذا أنتج فهل سيكون فعالاً مبادرات أطلقتها منظمة الصحة العالمية لإيجاد لقاح لفيروس كوفيد ناينتين ولكنها وصفت الفيروس مؤخراً بالغامض ومن الصعوبة إيجاد لقاح له طه يوسف حسن قناة الإخبارية منظمة الصحة العالمية جونيف ترجمة نانسي قنقر